طب دكتور هل لو حد شعر ان عنده كتاب او في بداية الكتاب ممكن يساعد نفسه ولا لازم يعني مثلا حد بدأ يشعر ان الاعراض لحياتك بتقولها دي موجودة عنده هل ممكن يساعد نفسه يساعد نفسه بالتالي بس خدي بال حضرتك انه مريض الاكتئاب مريض ضعيف ضعيف محتاج المساعدة محتاج الطبطبة محتاج الحنية ومحتاج المساندة الاجتماعية وانه حد يقدر يوجه فمثلا التوجهات اللي ممكن نواجهها المريض الاكتئاب في حاجات سلوكية وحاجات في طريقة التفكير الحاجات السلوكية انه قدر الامكان يقوم بانشطة اجتماعية اذا كان لصحاب يخرج معاهم ما يعودش الوحده كتير اذا كان في جيم يروح الجيم اذا كان في الشغل ياخد باله من شغل وقت اطول او يقضي ساعات اطول في الشغل كل ده حاجات سلوكية تقلل من الاكتئاب انما في حاجات ليه علاقة بالتفكير زي مثلا انه كل مرضى الاكتئاب لازم تلاقي عندهم عد معايا حاجة اسمها تهويل وتهوين تهويل وتهوين اللي هو يكبر الامور السلبية اللي في حياته ويقلل من الامور الايجابية وما بيشوفش الا الجوانب السلبية حتى لو كانت بسيطة يعني مثلا زي ما بقول لحضرتك اكثر الناس عرض الاكتئاب هم اصحاب الامو يعني الناس المرتفعين اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا لانه ممكن يشوف حياته من زاوية دياءة جدا او سلبية سلبية في حياته ويفضل طول الوقت مركز عليها السلبية اللي في حياته دي ممكن يكون عدم قدرة على الاعتراض على مديره في العمل ويفضل طول الوقت مركز على السلبية دي او سلبية فيما يخص علاقته الاسرية او سلبية فيما يخص شخصيته يعني ممكن يكون كل حاجة في حياته زي الفل بس حاس ان هو بنقادم غير فعال او بنقادم يعني مش اتراكتف او مش جزاب للستات ويفضل مركز على السلبية دي لحد ما يكتئب رغم انه كل حاجة في حياته كويسة ايو فاحيانا الاسلوب وطريقة تفكيرنا ممكن تجيب لنا اكتئاب الاسبوع اللي فاجه دكتور حصلت حادثها ان بنت رامت نفسها تحت المترو هل ده اكتئاب ولا ده عندها مشكلة مش بتواجهها كل حالات الانتحار كل حالات الانتحار لازم يسبقها نوبة اكتئابية كل حالات الانتحار يعني اكيد كانت هي عندها اكتئاب لازم يسبقها نوبة اكتئابية لكن مفيش يا دكتور حد يدىي اقول لك خلاص هقف قدام القطر لازم تكون نوبة اكتئابية لا او مرض اكتئاب لا حصل حدث اختلف اختلاف كبير اوي وما قدرش يتعمل خلاء كبرة اوي وحدث ووصل من العصبية لعدم الكنترول وراح وقف قدام قطر لا الانتحار ما بيبقاش بالشكل ده لازم يكون فيه قبل كتاب ممكن يكون فيه حدث زي ما قلتلي بس مش عارف يتعامل معه وحس ان الدنيا سودت ومفيش اسلوب للطريق للخروج من الازمة او من الحدث يقوم عامل في نفسه قد لازم يكون هناك ازمة اه طبعا زي حلات كتيرة لكن مفيش انتحار يجي فجائي ان الواحد يتنرفز ينتحر وفيش كده احنا معنا دعاء اهلا دعاء وعليكم سلام